بورس درية وقتها؟ لا 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 لا. هذك.. اللي عملنا في بورس درية هو متاع الـ وشاركوا فيه الكشافة وكان حقيقة منظم بقدا بقدا وناجح يعني. وشاركوا فيه العديد من الجامعات الرياضية. قيمة الأمر إذا هو أنه خدمة اللي كنا نخدم فيها كانوا الجامعات متاع الرياضة إضافة المنظمات الشبابية يشاركوا. وبعدك عملنا المستشفى اللي عملناه في الحي الوطني الرياضي معناها. اللي هو أول مستشفى معناها عمله وكذلك بمشاركة العديد من رؤساء الجامعات والجامعات. عليه السيد أحمد يقال ديما للوزراء في الفترة اللي ما قابل الثوراء كانوا مرضوديتهم أفضل. والنتيج كانت أفضل حتى البنية التحتية كانت أفضل من بعد. ما شفناش ممكن استقرار أوكي في الوزراء. لكن ما فهماش سامحني بخلاف يمكن طرق ضياب شوي خلا بصمة. الباقي الكل كانت ما فهماش نتيجة واه في حمل الموس. معناها اللي عملوا طارق وعملوا حاجة جيدة هو أنه جاء ما عملش قطيعة مع الشغل اللي بدأوه الناس اللي قبله. القاب روجيه ماشيونكور دزوا. وأنتج. وهذا حاجة جيدة جدا. هل أنه الوزراء اللي كانوا قبل الثورة أكثر إنتاج؟ لا. لأنه هما كذلك اللي ورثونا الأزمات اللي نحن نعيش فيها بما في ذلك في البنية التحتية. قاتل برشي هذا بمثال مثلا برقوف النجر سمير العبيدي. يعني سمير العبيدي هو اللي بدأ مجموعة من المشاريع اللي فيها الرقمنا وفيها حكاية ملاعب الأحياء. شفت البروجيه نحن نحكي فيهم لأنه هما ما عملوا همش وزراء. البروجيه هذوما بدأوه من 2007. عملتهم الدولة التونسية والإدارة التونسية. تونس بدأت تعيش في أزمة في الانفرستركتور تقريبا بداية من دوميل ترواه هكاك. وقت هالدولة خاصته في مجال الشباب الرياضة صرفوا تقريبا 700 مليون دراسة في الخريطة متاع الرياضة إلى غير ذلك. وقترحوا مجموعة من الحلول. للأسف يعني أنا لما دخلت الوزارة كوزير طلبت الدراسات هذيكا. هكا عليش كانت شوفوا قعت مع برشة وزراء اللي سبقوا. الوزراء اللي ريفيرانس اللي بناه مثلا الحي الوطني الرياضي ولا لحضر البروجيه هذيه كان يزمني نقعد مع الناس يعني باش نفهم. كانوا مثمرين تنسيت هذوكم؟ اي جدا حقيقي يعني. يعني ما تنجمش انتي تمشوا لقدام. جيس حي بروحوا واحد بشي بدأ من سفر ما تمشيش. معنا هذا ذكاء جماعي. وهذه خبرتنا نحن الكل. غياب الاستقرامية ما تنجمش تعمل حتى شيء. ولكنه نحن عنا أزمة في الانفروستركتور قديمة للأسف. يعني أولا طريقتنا في صرف الميزانيات وكل شيء لا علاقة. هذا أعطيه قطعة هذية أعطيه رضيه. معنا سكت الناس. وهذا التبذير للفلوس. المرة الوحيدة عملنا فيها استثمارات. هي مرات نادرة. مرة وقتها الاستقبال الألعاب البحر الأبن التوسط. عملنا في الاستثمار في الانفروستركتور. مرة وقتها في بيلي بطولة متى أفريقيا حاجة. قد أفريقيا لبعض سعين. المناسلات التيمة هكاكة معنا. سيد أحمد حبناك ورائك في الوزراء اللي تعديه الكل. بس نبدأ بأحمد قاله المجوء قدامي. ماذا بيت تعطيني حاجة بي. عملتها وحاجة خائبة في مدولك بالوزراء. نبدأ بالحاجة البي. أهم حاجة تعتبر نفسك عملتها وخليتك كوزيرة. كوزيرة. أنا كوزيرة أنا معتز جدا أولا باليكيب اللي خدمنا. معناها عملنا إيكيب. ما كنتش نخدم واحدة. بحيث كنت ننجم نمشي وعارف اللي بقى هذيك أكان في الحي الوطني الرياضي ولا الفريق المستشارين. والعلاقة اللي عملتها برؤسة الجامعات. حاجة مش به. ندمت عليها نقول. حاجة مش به. حقيقي يعني أنا فهم حاجة ما نعتبرها آآ هي أنا وعد التزمت بي هو وعد أخلاقي. اللي هو؟ وما نجمناش نحقه فيه المطلوب واللي هو متعلق بالعاطيلين على العمل. لليوم يلوموا فيك عليها لحد يتهم. هما بوش يلومون. مسألة متواصلة لليوم. معناها هما هذي أزمة. وناس هذي من حق هذي ناس مجروحة. هذي شباب بيعدي عمره عشرة سنين ولا خمسة عشرة سنانه وبالطال من حقه موش يسيبني أنا برك يسيب بالناس الكل. فيعني كل حاجة بقعدها. يبقى أنا كإنسان بالطبع يعني من حقي أني من قرصين ما نقبلش أنه الناس يعني توصل. ولكنه مفهوم. ربي قال إلا من ظلم. ولا تجهروا بسوء من القول إلا من ظلم. هذي من ناس مظلومين ظلمتهم الدولة. أنا عدي ثلاثة شهر ونص وقت لي كنت كاتب دولة. أنا أنسب لنفسي أني اللي لقيت حل للوقت الدفعة متاع الفين وعشرة. وبدأنا نخدمه على ألفين وحداش. ولما جاوني قلت لما أنا نشتغل معاكم على ألفين واثناش. ونكملوا ألفين وحداش. ولكني القانون اللي بيش نعمله. القانون الهياك اللي لأسف ما كمناشي. كان في حل حقيقي لموضوع العاطم. وعدتهم ما أوفيتش. أنا وعدت أني بيش نخدم على ألفين. بقيت ألفين وحداش وألفين واثناش. هذي ما تمشي في كل حالات أنا عديت أربعة شهر ونص. ولكن في الميزانية اللي حضرتها. وتولوا وكان نرجعوا للإدارة. بتاع الوزارة. بتاع الوزارة. بتاع تلقى فما ديبارت مو كامل. كان يخدم على الموضوع هذا فقط. وهذا أنا بديت فيه من نهارة اللي ادخلت. لأنه يعني أكثر شي مؤلم. هو الوضعية متاع الشباب هذا ذي حقيقة يعني. فإذا كان فما حاجة بتأسفلها توجعك. هي النقطة هذية. ترق ذيب. حاجة بيجة وحاجة خايبة غالية. أكيد كل العمل بشري فيه بي وفي الخايب. أنا نقول على الناس عملوا حاجة خايبة. ترق ذيب. ترق ذيب. ترق ذيب. مش بشيكون كل جايبه. رمز وعمود من أعمالة الرياضة في تونس. بطل من الأبطال تونس. ربما كان يمكن يجنب العرق يعني. مع وديع الجري خاصة. مش مديع بارك. مش مديع بارك. نقوله مع وديع مثلا. لأنه في النهاية لما واحد يوالي وزير. معاش النجم يدخل. في الشأن اللي هو يمكن يكون يعرفيه أكثر. لكنه ما نجموش ندخله بينه اختصاصه كفني. في رياضة الكرة القدم مترقضية بقامة ليست بسيطة. يعني رأيه يؤخذ به معناها. وبين وزير ما تنجمش يتمشي. يعني مثل ما كنت نحدثه في الفاصل. لما أنا وليت رئيس جامعة بتاع تاكواندو. ما عايش ندخل في المسائل الفنية بكل. رغم ذلك أنا عندي سين كين دان في تاكواندو. يعني نجم نحكم. ولكنه ما نجمش نسمح نفسي. و ما عايش ندرب أصلا يعني. مجدولين الشيء؟ مجدولين جيء بها من خارج عالم الرياضة. لا علاقة لها برياضة. جيء بها من خارج عالم الرياضة. ألطف الجملة. ولكنها كانت أحسن من غيرها. آآ كانت أحسن من غيرها. لا أفهم بشكون جاء بعدها. لا تطلبش مني أسماء. سونيا بالشيخ؟ سونيا بنت لدارة. فاهمة تعرف روحها كيف اشتفلها. حتى هيدا جيء بها من خارج عالم الرياضة. ولكنه ما عنداش علاقة برياضة. ولكنه لو طال بها الوقت تفهم. ولكنه ما عنداش علاقة برياضة. لا مش ملفها يعني. ولذلك هي مخها كان في وزارة الصحة. وزارة الصحة. وبعديك خليت وزارة شباب ورياضة. واعتنات بوزارة الصحة. ورياضة ما كانش وقته شكون فهم الله بها. سابر بوعطاي. سابر جاء في مرحلة انتقالية. هو ولد الدمان وفاهمه. وهو معناها يعني ما كانش عنده فرصة في كل حالات باش نحنا نحكم عليه. ولكنه ما لم نشهد عليه شيء يعني على قل لموه فيه ما. مهر بن ضيء. مهر رجل طيب. وكان يمكنه ان لا ينحاز لأحد في المعارك يعني. اللي شكون حازا يا حساب شكون. هو كان أقرب المحرس. على حساب وديع. على حساب وديع وغير وغير. أغلب مشاكلك ما قيمتهم على أساس العلاقة. لا لا مش مشاكلينا. خلق فقط نكمل سؤال. أغلب تقييماتك كانت على أساس العلاقة مع وديع الجريف. لا لا هي مش مشاكلينا. المشكل اللي هو انك انت تلقى زوز شخصيات على هياك رياضية مؤثرة في المحيط في عالم رياضة. والأصل أنه لما تجي الوزير يكون معناها يعمل البالانس.